وصلنا لمرحلة أنه عندنا نجم مصري قادر يحط اسم مصر على خريطة الكرة العالمية ويكون دايما متصدر للمشهد في واحد من أقوى الدوريات زي البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي يعني ويتنافس مع الكبار العالم يعني يتحط اسمه ويتقارن اسمه بليفاندوفسكي بكيليا نمبابي بتشيرو موبلي بكريم بنزيمة لكن خلينا أرجعكم بقى فلاش باك 21 سنة وكانت بداية التجربة الحقيقة اللي قلنا أنها هتبقى بداية مشوار نقل الكرة المصرية للعالمية وده تحقق على إيد ولادنا جيل من الشباب وصل لأنه يحقق برونزية كاس العالم 2001 هي بالصدفة الحقيقة بالصدفة ومنحص نحظي أن يبقى ضيفي النهاردة واحد من نجوم منتخبنا واحد من نجوم طبعا النادي الأهلي كابتن أبو المجد مصطفى بيشرفنا في السادسة مسأخيرة كابتن أبو المجد ونور الدنيا الحمد لله بخير الحقيقة يعني يمكن يعني بعد مطش مبارح كان مهم جدا وإحنا عندنا أمل كبير في كابتن إيهاب جلال وعندنا أمل كبير في منتخبنا بعد بعد استعادة جزء كبير من الشخصية في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة أو الروح خليني أقول الروح لسه الشخصية عليها شوية كنا متوقعين أنه الدنيا هتروح لأحسن من كده لكن خليني أتكلم الأول وأخذ رأيك فقبل ما أروح للتجربة لأنني أهمني جدا نعرف معك مع التجربة النهاردة رأيك في منتخبنا وأداء مبارح قدام رينيا يعني بسم الله الرحيم طبعا يعني مبارح 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 أكيد ناس كتير مننا أو كل الناس مش راضي عن الأداء أوه إحنا حققنا الهدف بمكسب وأول دارة بنتف التصفيات لكن إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا غايب عننا الأداء الكويس والشكل والشخصية المنتخب في مصر يمكن دل مزع للناس الفترة الفاتت ممكن فيها وقت كتير أوه إحنا كنا بنتمنى أن نصل طبعا كاس العالم والمتواجدين في النسخة اللي جاية لكن برضو يعني فيه ناس كتير جدا علاقت طب يعني بعد ما وصل كاس العالم بالضبط كده كنت تستخدمي هو الهدف هو الوصول بس لكاس العالم ولكن هتروح تعمل إيه في كاس العالم بص هي دي هي دي المشكلة الفترة اللي فاتت من وجهة نظري أن أنت بتحول الموضوع لوظيفة أنت عايز تحقق هدف من غير ما تشتغل عليه ومن غير ما تتطور فيه ومن غير ما تقدر أن أنت تشوف حتى عيوبك الاول هي المشكلة أننا نريد أن نسد خنات نريد أن ن تلعبوا كورا ومصدقين أنك رحيم كاس العالم عشان تروحوا لبعيد ولا الموضوع جاء في لحظتها ولا لقيتوا أنكم مؤفقين في البطولة ولا حضرتوا لها من الأول يعني أحكي لي قصة كاس العالم 2021 لا يعني بص يا في البداية طبعا كان كابتن شاوئي غريب طبعا بص يا كان في البداية إحنا استعدنا كويس إحنا في البداية متجمعين من بدري يعني كابتن شاوئي اختاركم إزاي الأول كنتوا جايين منين؟ يعني أنتم كنتوا لسه شباب صغير كلكم فرق كبيرة فرق بتاع عبدالي ممتاز فرق أو يعني ولا اختاركم أحكي لي كده لتجربة من بداياتها بص إحنا أنا يعني أنا بالنسبة لنا كنت لسه في شريط دخيل أبو مسلم كان لسه في مزارع دينة ريدا الشحاتة كان لسه في المنصورة كان يعني التوليفة بتاعت المنتخب بتاعنا كانت كلها من أندية مصر كانت معنا ناس من الألمونيوم كانت معنا ناس من نادي إنا كانت معنا ناس من أندية بحري فما كانش الموضوع بالنسبة لنا يعني كابتن شغريب كان في بداية الأعداد بتاعنا لف كل مصر كانت شايف كل اللعبة حتى كانت بطولات الجمهورية كانت تتعمل في الوقت دوت إحنا وإحنا صغرين كنا عارفين بعض إن إحنا كنا بنشارك على طول في البطولات بطولات الجمهورية فأنت بتسافر وبتعمل احتكاية كان الدوري كان مختلف كان الدوري كان قوي الدوري كان فيه لعبة كثيرة جدا كويسة فيمكن الحمد لله الفترة اللي كابتن شاوي بدأ فيها كانت بدري فهو كان بيكون المنتخب من بدري ودي حاجة ساعدته على إن هو يوصل في الآخر لأفضل ناس كانت موجودة أو أفضل مجموعة استمرت معاه يمكن الإعداد في الفترة دي تفدنا كتير جدا يمكن من الحاجات اللي فدتنا إن انت احتكد بكل المدارس من بدري وانت لسه صغير وخدت خبرات كتير جدا ولعبت في أفريقيا ولعبت في أوروبا ولعبت في أمريكا ولعبت في كل الأماكن ولعبت على أعتقد فيه بطولة كندا أعتقد بعديها لكن أنا أتكلم في البداية هو إحنا في الإعداد نفسه إن توصلت المرحلة أن أنت لما هتلعب مع أكبر منتخب ما عندك مشكلة مع كامل اخترام والتأدير طبعا على رأسي من فوق كل أسماء اللي انت قلتها بس بتقولي ألمونيهم مش عارف إينا منصورة يعني فرق ما عندها استبوح البطولات قوي وانت كلا عيب فيهم يعني رايح كاس العالم وانت رايح تنفس على كاس العالم رايح كاس العالم وانت سوف أنك قد البطولة ما دي برضو كانت تحدي قدام الجهاز أنا أتكلم أن أنت في البداية أنت إعدادك كان عامل إزاي هو الإعداد اللي فرق معا أنت عشان توصل للمرحلة دي أنت استعدت إزاي مطشطك كانت إزاي تجمعاتك أنت في الفترة دي أو في الفترات اللي هي قبل كاس أمم كانت عاملة إزاي المشاركات اللي أنت استفدت بيها والخبرات اللي أنت خدتها قبل البطولة دي برضو كانت مهمة جدا بالنسبة لنا كنا في الفترة دي يعني أقل واحد فينا مثلا لعب مثلا خمسين ستين مطشو خمسين ستين مطشو ومطشات دولية يعني مطشات دولية مع منتخبات وفي كل في كل ظروف روحنا في أفريقيا وملاعب مش قيسة وإقامات صعبة جدا ولعبت روحت في أوروبا وخدت الخبرات إزاي بتقابل المدارس دي وإزاي أنت هتقدر تتعامل مع المدارس دي بالشكل بتاعك أو بكورتك أو بأسلوبك كل الحاجات دي كانت قبل الإعداد بتاعنا أو قبل البطولة يمكن الحاجات دي هي اللي فاتتنا وإزاي ما قلت لك هي وصلتنا لمرحلة أن أنت بقى عندك خبرات بقيت خلاص مفيش رهبة بتلعب أي حد بتلعب أي حد ما عندك مشكلة فمفيش مشكلة بالنسبة لك فأنا شايف أن الإعداد والاحتكاك وأن أنت تاخد خبرات نحن نلعب أي حد بقى عندك مشكلة هكما نول مجموعة نعم نحن نلعب أي حد بقى مشكلة بس إنت خلي بألك نحن نبقى حسن بأفرق منتخب كبير ومنتخب شوير دايماً حاسين إن يوجد مشكلة بص إذا إنت عندك مشكلة كمنظومة يعني خلاني نتفق أن إن ف Bruxs في حاجات كثيرة جدا غلط بالتم في مصر في حاجات كثيرة مش منظمة في حاجات مش واضحة إنت 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 او انت المفروض ان انت الهدف اللي انت هتستخدمه او الهدف اللي انت عايزه هتوصله ازاي هتعدله ازاي اه فيه تخبط كبير جدا في الفترة دية انت لغاية دلوقتي مفيش مدرب منتخب اولمبي نسه معاي انتش اه الحاجات دي كلها محترامي يعني في الدول التانية او في الدول اللي عندها نظام او عندها سيستم المفروض الحاجات دي بتبقى مترتبة من بدري ومعروف التوقفات بتاعتها المطشب بتاعتها الاعداد بتاعتها هيبقى عاملة ازاي احنا معا احترامي الفترة اللي فاتدي دي كلها احنا مش عارفين ننظم الامور داخليا اه مسابق الدوري انا شايف ان هي مش قوية اه كان مع الدوري الممتاز طبعا طبعا حتى القاعدة اللي تحت الكنشئين او الدوري النشئين انا شايف ان هو برضو دوري ما ادرش ما ادرش يفرز لك اللعيبة اللي انت تقدر تقول لا انا هشتغل على اللعيبة ديت او انا هحضر اللعيبة ديت او هحضر الجيل دوت عشان اقدر استفاد منه الفترة اللي جاية ازاي ما اقولت لك احنا عندنا مشكلة في النظام انت مش محدد حاجة واضحة الناس تشتغل عليها ما عندكش تأهيل كويس للمدربين تسمح لي اختلف معك تفضل واسمع وجهة نظرك الظروف اللي احنا موجودين فيها النهاردة افضل بكتير جدا 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 من الظروف اللي اللي حققت فيها رياضة في مصر على مصابة منتخب اول على مصابة منتخب شباب او نشئين نتاج افضل بكتير يعني انت النهاردة لو بصيت للاندية اللي موجودة في مصر والكيانات الجديدة والاستثمارات الكبيرة اللي دخلت وحجم التعاقدات الفلوس التمويل البس التلفزيوني البنية التحتية الملاعب مقارنة بالفترة اللي انت كنت بتلعب فيها او الجيل بتاعك اللي حقق بلونزية كاس العالم وما بعدها يمكن انا بتهالي انه يعني 2001 دي كانت مقدمة ل2006 و2008 و2010 لازم يقفر ربط بينه لكن انا شايف ان المتاح دي بقى احسن بكتير لكن المردود لا يتناسب مع حجم المتاح انت عملت كل حاجة زي ما انت بتقول عملت كل حاجة تخلي المنظومة تتطور اي لكن اهم حاجة الاساسية ما عملتهاش ولا المدرب ولا العيد ولا انت اهلت المدرب بشكل كويس ولا مرنته ولا اديته خبرات ولا علمته ونفس الوقت ده بين عكس على اللعيب محترامي كل الاحترام لكل المجموعة الموجودة الارقام اللي بتتاخد في الدور المصري حاليا لا تتناسب مع امكانات اللعبة الموجودة تقصد اكبر بكتير اكبر بكتير اكبر بكتير بس لا تتناسب ممكن انت بقى أقل اه لا يعني ما عليش ممكن انت بقى التعبير خلي بس شوي لكن انا اقصده لا ان الارقام الموجودة انا شايف ان هي كتيرة على المجموعة الموجودة في لعيبة كويسة محتاجة تشتغل حاجات معينة او محتاجة تطورات في ادائها ده ما بيحصلش ان اللعيب في مصر مع احترامي انا ممكن الكلام ده يزعى الناس كتير لكن ده وجهة نظره ده لانا شفته ويمكن ده لانا عشته في فترة اللي فاتت ان اللعيبة في مصر ما عندهاش استعداد للتطوير هو بالنسباله انا اهم حاجة عقدي اهم حاجة اللي بيتفع على عقدي اهم حاجة فلوسي هو بيبص لمصلحته الشخصية فقط حتى زي ما بيقولك التموح والدوافع ما عندهش هو تموحه ان هو يعمل عقدي كويس الدوافع بتاعته ان انا اقبض مرتبي او اقبض عقدي في معاده لكن الدوافع بقى للداخلية ان انا اعمل تاريخ وان انا اتطور وان انا لأ بدل ما يبقى سعري دلوقتي كذا لا انا عايز اقبقى كذا لا انا عايز اوصغل لكذا لا انا عايز العب منتخب مصر لا عايز ايبقى مؤثر فالحاجات دي كلها هو ما بيشتغلش عن نفسه وليل جدا في مصر اللعيب اللي بيشتغل على نفسه ودي مهمة جدا كنت كابتن منتخب كابتن ابو المجد لا انا كنت تاني كابتن يعني كان كابتن رضا الشحاتة كان الاول اول انا بعديه طبعا رضا برضو من اللعيبة الحقيقة المواب الجميلة الحقيقة اللي جات سواء في المنصورة او مع الاهلي طبعا انت في الصورة دي كابتن الشرى مش دي كان رضا خرج في المباراديات يماني طبعا اليماني وكان حسين الاعتراوي وانا ومحمود محمود وتقريبا جمال حمزة جمال حمزة جمال حمزة مثل برونزية شريف كرامي وصبح جمال حمزة حساسكم ايه لما وصلتوا برونزية عالم بص انا كنا زعلانين جدا كنا نفسنا نقابل وانا نقابل نقابل الصورة اللي فضلة وارجع لقصة كس العالم رضا ابو مسلم محمد عبد الواحد عبد الواحد على اليمين وابو مسلم ورا انا مش عارب بس مين اللي بينهم وبين رضا شحات ده حسين امين ومين اللي قدام محمود وشيتوس وده جمال حواش ده كان مزار عدينا اوكي شيتوس اهلي طبعا عبد الواحد بدايته زمالك عبد الواحد كان ترسانة صح ابو مسلم كان في الأول برضو مزار عديدة ورضا كان منصورة محمود محمود طبعا زمالك حسين امين كان مزار عدينا وكنتو زعلانين انكو حققت البرونزية كنا عايزين نحنا مكناش مستنين انكو تحقق البرونزية أساسا كان مفاجأة بالنسبة لنا انكو حققت البرونزية بالضبط الناس كلها جاءت لها حالة لكن كابتن شاوي لما كان بيتكلم معاكو قبل البطولة انتو كنتو محددين هدف انكو تلعبوا مباراة بمباراة ولا كنتو محددين هدف انكو تروحوا لبعيد ولا كنتو محددين هدف انكو تروحوا حسين غالي وليماني طبعا واتنين كويرت وقال قوي يماني كان لعيب قوي 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 بصراحة وحسين غالي من المواهب يعني من اهم لعيبة خط النص اللي جات في التاريخ كله اتنين دول فلاتات انا بس عاجبني التجميعة يعني عاجبني انه كابتن شاوي ما استسهلش ما راهنش على المضمون الراجل اختار ونقى العناصر وعمل يعني برضو حاجة من الحاجات اللي بتتقادها المنتخب عمل توليفة منسجمة انا برضو يعني من الحاجات اللي خليتنا نوصل للمرحلة دي ان انت من بداية المنتخب بداية تكون المنتخب انت حسيت من الناس اللي مكانت موجودة في تحدي الكرة في فترة دية كان اللي هو حرب الدشوري تحس ان هما كانوا عايزين يحققوا حاجة عايزين مهتمين جدا بالجيل دوت مهتمين جدا ان هما عايزين يخرجوا جيل كويس تمام عشان كده احنا احنا كان الفترات اللي احنا كنا بنجمع فيها انت خدت موطشات كتير جدا تجمعات معسكرات يعني الموضوع تمت اعداده بشكل محترم جدا ويمكن كان من البداية واضح لكل اللعيبة اللي بتتضم هتشأل له مثلا انت جايب لعيب من الألمونيوم ليه جايب لعيب من إنا ليه جايب لعيب من شرقية ليه شرقية دخان يعني الدول والصلاحيات انه يختار العنصر اللي هو بالضبط يعني زي ما قلت لك الدعم كان واضح حتى لكل الناس ان احنا الجيل دوت احنا عايزين نحقق بي حاجة احنا عايزين بتاخد بطولة افريقيا وبعد فكرة تأهل النهايات كاس العالم وتبدأ نحقق حاجة في كاس العالم ويمكن كان يعني السؤال اللي حالك قلته انت كنتوا تعملوا ايه يعني رايحين ليه لا احنا كان هدفنا ان احنا نوصل وناخد ميداليا في كاس العالم مش اقول لك ناخد نبقى رقم واحد بس لا كنا رايحين مصرين ان احنا باذن الله ناخد ميداليا في البطولة الحمدلله احنا زي ما قلت لك الخبرات اللي احنا غدناها والمشاطات اللي احنا لعبناها في الفترات بتاعت الاعداد يمكن ديات زي ما قلت لك عدت مرحلة الرهبة وان انت القام من المدارس اللي انت هتلعبها زي كانت مدارس اوروبية مدارس افريقية اسيوية ما عندكش اي مشكلة ويمكن من الحاجات اللي كانت برضو من ضمن ان انت لعبتي وانت صغير مع العمار الكبيرة يعني كنا اوقات كان كابتن شو اعمل المطشاط مع فرق دور الممتاز احنا كنا لسه صغيرين 17 سنة 18 سنة كنت بتلعب في مطشاط ودية مع الفرق دور الممتاز فرق كبيرة فانت بالنسبة لك برضو العامل دوت خلى عندك ما بقاش عندك رهبة ما بقاش عندك خوف انت بتلعب مع العيبة كبيرة والعيبة اتقل منك واسماء فما فيش مشكلة فيها لماذا استفدناش من النقلة دي يعني النقلة اللي وصلت انه جيل شباب صغير طالع من اندية من عموم مصر يعني قادر بطريقة معينة او باسلوب ومنهك شغل معين مع مدرب وطني كابتن شو اي غريب انه يوصل كاس علم لماذا حافظناش على التجربة دي او ما تكررنهاش مرة تانية عايز اسمع رأيك ونظرتك ايه المشوار منتخب مصر بس تسمحني نروح لفوصل ونرجع نكمل كلاما الكلام لسه مستمر مع كابتن ابو المجد على التجربة لان الحقيقة التجربة كانت ملهمة جدا واعتقدوا كان ده سؤالي ليه لو كنا راهن عليها او كنا كررناها او كنا خدنا التجربة دي وطريقة الشغل ده اللي عملنا بيه منتخب وص انه ياخد ثالث عالم كان ممكن ينقلنا نقلة تانية لماذا استمرتش او ما تكررتش التجربة دي كتاني كابتن ابو المجد ولا هي كت اجتهاد فردي يعني انت كنت تقول لي اتحاد الكرة كان متبنيك وبشكل كبير جدا وده كان واضح انه استراتيجيا نبص على الشباب الصغير نبني منتخب اعمار صغيرة يقدر يروح في بطولة زي بطولة كاس العالم وينافس ليه ما تكررش ده مرة تانية بص يمكن احنا الموضوع بدأ يعني يقل شوية بشوية يمكن بعدنا كان جيل كابتن حسن شحاتا حسن عبد الربو عمر الزاكي وعمر الزاكي وعمر الزاكي وعمر الزاكي واحمد فاتحي كان الجيل دوت كان هو اللي بعدنا على طول ويمكن برضو حق بطولة افريقيا ووصل كاس عالم ولكن يعني ممكن ما يكونش خد المنتخبين دول هم هم بالظبط اللي جابوا 2006 و2008 و2010 بالظبط يمكن بعد كده المنتخبات او تكوين المنتخبات بعد كده يمكن ما حققش الهدف اللي كانت المنتخبات اللي قبليه كانت شغال عليه وانا برضو شايف اني برضو بتحط تحت مسمى ان انت ما عندكش سيستم اي انت طبيعي زي ما انت ما قلت لو انت عايز تكمل التجربة جات لك ومنتخب نجح او منتخبين طب ما تكمل بقى بقية الاجيال وكمل بقية الناس اللي بعد كده وابدأ شوف ايه الحاجات اللي خلت المجموعة الاولانية تنجح وتمشي بالشكل دوت تبدأ تكملها وتكبرها وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تطورها زيادة عشان تقدر تحقق نتيجة لكن زي ما بقول لحالك ممكن يكون دوت انا شايف وجهة نظر اني ما كانش فيه سيستم واضح او تكملة للمشوار لبقية الاجيال تجربة وانتهت يعني على العكس من الهانبول يعني هانبول بشوف انه التجارب الحقيقة البناء الاتحاد الهانبول من زمان نجحت نها تعمل نقلة واشتغل وطورنا وكملنا عادة اعرفش ليه في افتحاد الكرة ما استثمروش ده وما استثمروش النجاحات اللي حعلناها كمان في 2006 و2008 و2010 طب سؤالي لك الجيل بتاعكم جال يعني بعد بقى ثلاث برونزية عالم ورعبتم مع كل الكبار جالكم عقود احتراف برا بص اللي انا عرفته بعد كده يعني اليماني احتراف في اليوفي اليماني لا اليماني كان في الفضل كان محترف برده في بلجيكا بس بعد البطولة بتهالي راح لعب في اليوفي لغاية يعني ما حصلته الحادثة لا كان عرض وكان مفروض ان هو رايح يمضي فهو لما نزل هنا في مصر حصله طبعا الحادثة ممكن عطلته طبعا وكان يعني ابو مسلم اعتقد احتراف فترة في فرنسا محدش اهتم بفكرة انه طب ليه ما استثمرش نجاحكم ده في انه يبتدي نسوأكم هل كنتم ماضين مع وكلاء لعبي مثلا في الوقت ده يعني لانا اعرفته بعد ما خلصنا يمكن كان فيه مجموعة كبيرة من اللعيبة اه يمكن احنا كان عددنا كبير جدا من الناس اللي هي جات لها عروض يعني عرفت بعد كده ان انا جالي عروض ابو مسلم جال عروض ريد الشحادة جال عروض حسين امين جال عروض يعني عدد كبير جدا من اللعيبة اليماني كعيدة ساعتها برضو يمكن كاس العالم كانت برضو من الحاجات اللي خلته الناس تحط عينها عليه فكان جات له حاجة كويسة ساعتها لكن كل الحاجات ده احنا معرفناش بها اي حاجة انت شخصيا اتبعت النادي وانت ما كانش عندك معلومة ولا عندي اي معلومة يعني انا انتقلت من نادي النادي من غير معرف ومن غير اي حاجة واتبعت وخلاص المفروض انا فجئت ان انا رايح الالعب مع النادي طيب يعني طيب ازاي حد يقول يا جماعة حد يقول طيب بالظبط بالظبط فبرضو من الحاجات اللي هي يعني انا شايف انها في الفترة دي فرقت معنا كتير جدا كانت ممكن يعني تنقل الجيل ده لكن اللي عروض دي ما الترجمتش على كابتن اول مجل لا 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 انا اقول له حالي كان عرفناها بعض ديها بعد كالسل عام تريبا بسانة سنتين كده يعني ما عرفتهاش في ساعتها يعني العروض دي جات للانديها بتاعتكم ولا جات لوكالاتكم بص كان كل تقريبا الكلام مع كابتن شاوقي مع كابتن شاوقي يعني كل اللي انا عرفته ان كل الكلام او كل العروض او الحاجة اللي جات للعيبة كان عن طريق كابتن شاوقي والجهاز اللي كان موجود وليه ما ترجمتش الانتقال فعلي مش عارف وما سألتوش يعني ما احتميمتوش بتقليم انتو صغارين كده واخدين بنوزية عالم يعني اكيد عندكو طموح وكان فيه تجرب احتراف بقى بالوقت ده نكح يعني كان في مصر عندنا لعيبة في الدوري الالماني وفي الدوري الايطالي وصح وفي البرتوغالي بالضبط انت قصني يعني كان حتى في الفترة ديت انت خلاص وصلت المرحلة ان انت بالنسبالك هتقدر تلعب في اي مدرسة ما عندكش مشكلة خلان ده بقى في المانيا احنا مش نكحين في موضوع الاحتراف ده ازاي ما بقولك برضو هي العقلية او الثقافة بتاعت اللعيبة برضو مختلفة شوية يمكن الحمد الله يا ربنا كرام محمد صلاح عشان هو حدد هدفه واحد من كان برضو اقبطر ابول ماجد ااااا اكيد اكيد يمكن حتى كان فينا مازج كتير جدا مناكفتش يعني حتى الاسماع اللي احترفت في الكرة في مصر هناك تجارب نكحة جداً مثل هاني رمزي وزيدان في ألمانيا وغيرهم وغيرهم لكن أصل أقول تأثيرها أو مردودها على الكرة والمنتخبات في مصر والبطولات ما كانش شيء عظيم حتى 2006 و2008 و2010 كان أغلبهم يلعبوا هنا في مصر يعني إحنا جبنا البطولات دي بلعيبة أغلبها بتلعب في مصر منتخب غني محترفين بره محترفين بره فأنت حتى هتلاقي الحاجات اللي احنا بتتكلم فيها اللي هو أسات الكورة والوقفة والتمركز والتحرك هتلاقي الموضوع بقى مختلف عن الأول يعني أنت كنت بالنسبة لك أنت حتى كنت متفوق للفترة الأول افتقبنا إيه من وجهة نظرك في مطشن بارح يعني إيه اللي حسيت أنه نقص المنتخب المصري عاستقول لك كابتن إيهاب راهن على طريقة راهن على أسماء راهن على تشكيل يعني حسيت المنتخب نقصه إيه مبارح؟ أنا يعني حسيت أن المنتخب نقصه حاجة مهمة جدا هي الروح يعني أنا شايف المنتخب مبارح بيلعب بلا روح اللعيبة نفسها وهي موجودة داخل الملعب ما فيش كتال على كل كورة ما فيش الروح بتاعة منتخب مصر اللي احنا كنا بتميس بها يعني الطبيعي أنت في التصفيات الأولانية طبيعا المتشبات الأولانية كنت بتعمل فيها سكور كنت بتلعب وبتبقى هدفك أن انت عايز تعمل سكور يمكن عشان ما فيش جمهور والجمهور برضو بيبقى لي تأثيره يعني برضو عشان ما نظلمش الناس بس يعني مش عارف أنا بحاول أدور معاك على أجوبة يعني بص يعني مع احترام الكل الأراء أنا شايف أن الموضوع ببقى دافع داخلي للعيب أنا عايز أثبت نفسي وعايز أن أنا أبقى موجود وابقى لي استمراريه مع منتخب مصر وأنني لازم أحقق حاجة عشان منتخب مصر الدافع ده أنا شايف أنه هو آه أنا ممكن أنا أتمنى أن أنا أخذ كاس العالم بس أنا داخليا ما اشتغلتش عليه ما عنديش الروح والعزيمة اللي أنا أوصل للمرحلة ديت لكن زي ما أقول لك هي المشكلة كلها في أن الدوافع نفسها للعيبة دلوقتي حاسس أن فيه مش عارف آه مش عارف يعني حاسس أن فيه حاجة مش طبيعية للعيبة يعني مش دي حالة اللعيبة اللي الواحد يعني أنت لسه خسران تأصفات كاس عالم ولسه ومخدش أمة أفريقيا فعنت عندك مشكلة فالطبيعي أن أنت الفترة ديت لازم حتى تعمل تعمل أرضية بقى للناس لا إن شاء الله الفترة الجاية الموضوع يبقى مختلف الفترة اللي جاية المنتخب يبقى مختلف فطبيعي أن أنا كلعيب لازم يعني أد المعاشر دا للناس شايف اللي جاي إزاي عندنا مطشين مهمين جدا مطش مع إثيوبيا برى الأرض وعندنا مطش مع منتخب بالنسبة لنا طبعا يعتبر منتخب تقيل مش من منتخبات الكبيرة على مستوى العالم لكنه منتخب ليه احترامه ليه اسمه وفي عدد كبير جدا كرة في أسي عموما التوارد وخصوصا في كوريا وفي اليابان خليني أسمع رأيك في اللي جاي مع كابتن إيهاب وإننا صحيح لتحب توجهها للعابين قبل ما توجهها للجهاز الفني هتسمح لي بس نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع عضفنا النهاردة كابتن أبو المجد مصطفى كنت بتكلم مع كابتن أبو المجد على ظروف البطولة نفسها وخصوصا على فكرة أنك أنت تلعب مع منتخب كبير مثل الأرجنتين في بداية المشوار وتاخد هزيمة قصية على أي فريق ورغم كده أنك أنت تقدر تقف على رجلك مرة تانية مش سهلة مش سهلة على الإطلاق وخصوصا مع السن ده يعني اللعيبة برضو في النهاية منتخب شباب ما عندوش خبرات كبيرة جدا ياخد هزيمة قصية جدا بنتيجة سبعة بتهايلي سبعة واحدة وبعد كده تقدر تقفوا على رجلكم دي حاجة تحسب لكم على فكرة مش ضدوكم أنا مش بقول كده عشان يعني أقلل إنجازكم لكن بجد يحسب لكم ويحسب للجهاز الفني ولم الورق بسرعة وقدر يقف مرة تانية بص زي ما قطر حك اللي هي البدايات بتاعتك والخبرات اللي انت خدتها قبل البطولة هي اللي خلت الموضوع يعدي علينا يعني حتى تجهيز كابتن شاوئي المباراة اللي بعد كده بعد المطشة اللي ما كابتن شاوئي حتش تكلم معنا في أي حاجة حتش تكلم معك في أي حاجة خالص عندكم مطشة بعد كده أي في فنلندا عندنا في فنلندا وكنت لازم تكسبه عشان تعدي تكمل وعايزوا لك يمكن الحمد لله من أحسن مطشات اللي احنا عملناها متشة في فنلندا ككورة بقى وآداء هل الناس استقبلتكم زي لما رجعتوا مصر؟ حسيتكم وعملين إنجاز يعني أنا ما شوفناش ان احنا كانت معظم يعني كانت اللعيبة في الفترة دات يعني كنت أنا وابو مسلم وحسين وحسام غالي وشيتوس احنا خلصنا فرانك فون وروحنا على معسكر النادي الأهل في البرتغال كان مع مستر مانول فاحنا منزلناش مصر ما حسناش بالأجواء دي خالص فاحنا حتى الأجواء اللي انت كنت منتظرها احنا كنا عايزين عايزين نشوفها وعايزين نشوف الناس مبسوطة بالإنجاز بتاعنا وعايزين نشوف التكريم لكن ما شوفناش ان احنا ناس راحت معسكرات مع الأندية بتاعتها وناس نزلت قاهرة فما شوفناش الأجواء دي مستاني ايه من إيهاب جلال مع منتخب مصر؟ بصي الموضوع صعب جدا بالنسبة لكابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال يمكن برضو ليه فلسفة معينة وليه شكل معين في طريقة اللعب بتاعته أتمنى ان اللعيبة تساعد كابتن إيهاب جلال على تحسين الأداء وعلى الروح ورجوع الروح تاني وشخصية منتخب مصر كابتن إيهاب جلال هيتعب الفترة اللي جاية مع المنتخب الموضوع محتاج من وجهة نظرك مجاسفة محتاج انه ياخد ريسك أكبر شوية منه يراهن على حساب النقطة والمكسب والخسارة محتاج يعمل ثورة في الطريقة محتاج يعمل ثورة في التشكيل محتاج يغير في اختياراته أو رؤيته لاختياراته في المنتخب ولا شايف ان يمشي بنفس الطريقة لغاية لما يملك زمام الأمور زي ما بيقول بص انا وجهة نظر يمكن المجموعة اللي منضم المنتخب مصر خليني اتفق ان هم المجموعة ديت أفضل ناس موجودة في الدوري وزائد المجموعة المحترفين المؤودين فشايف ان فكرة ان انت هتدخل عناصر جديدة الفترة ديت او ان انت تخش بناس جديدة في التشكيل يعني برضو لازم تعمل بحساب مش لازم ان انت تغير نص الفرقة عشان ابخد بالك بقى عشان انت اللي بتقوله ده عكس اللي انت بتديد بكلامك اللي انت بتقوله هو انه في تجربة من التجارب رهنت على اندية تقريبا شبه مجهولة وده حقيقيا ليه علاقة ب يعني مش عايز اقول ضعف مش مفترض انها تبقى مسابقات ضعيفة لكن في النهاية بص للمسابقات بص الدولي الممتاز بص الدولي الدرجة التانية مثلا انت عندك كم نادي انا قلت افضل عندك كم نادي عندك كم نادي عندك كم نادي ده 18 نادي 18 في الممتاز وكام في الدرجة التانية 48 بالزبط 48 يعني 18 بتكلم في 66 نادي باستثناء الاهلي مع 3 ا4 اندية تانية واللعيبة المحترفة برا مصر هو ده قوام المنتخب يعني الاندية التانية اسهمتها كم نادي تاني تكلم في 60 نادي تاني اسهمتهم ايه في ان هما يفيدوا المنتخبات الاندية دي بتصرف قد ايه على النشاط الكرة في مصر حققوا ايه انجازات يعني فهم قصدي ايه وفي النهاية برضه ومدير في اي مدير فني ابنبي كان او وطني يعتمد على القماشة اللي موجودة بالزبط 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 ثلاثة اندية تانين مفيش حد بيطل حاجة المنتخبات ايو ميش انا اصدتوا ان المجموعة المتاحة حاليا هي دي افضل مجموعة موجودة مش معنى كده المجموعة دي تقدر تحقق اللي انت محتاجه ده اللي انا اصده اه يعني ده هو اعظم امكانيات بالزبط ده اللي انا اصده بدليل الاداء ما تغيرش من ايام كبر لغاية دلوقتي الاداء بتاع المنتخب شخصية المنتخب مش موجودة يعني ما ننتظرش من كابتن يهاب جلال انه يغير حاجة انا بقول لحضرتك عشان تقدر تغير حاجة اللعيبة لازم هي اللي اللي تطور من اداءها هي لازم اللعيبة تفهم انا بلعب بشخصية منتخب مصر انا مش فرحان ان انا قعد ادافع طول المباراة واكسب بكرة بايلوك باقب لأ مش دي شخصية منتخب مصر زائد ان اللعيبة ديت المفروض انها اعلى ناس في مصر في الفترة ديت وبيلعبوا مع انديتهم في لعيبة بتلعب بطولات افريقية مع انديتها فلازم الحاجات ديت تديها خبرات ان لأ الموضوع لازم تتغير الفلسفة لازم تتغير لازم يفهموا ان الناس مش مبسوطة بالشكل الناس انتا شا حاسس ان الناس مبسوطة حاسس ان الناس فارق معاها الثلاثة بونط bait لأ الناس عايزة تشوف مينتع بحلق الناس عايزة تشوف روح منتخب مصر انا بقولك لكن بان احنا كسبنا بلا روح كسبنا بلا شخصية فعشان كده بقولك العامل الاساس الفترة اللي جاية اللعيب مع اي بقى فالسفة للمدرب هيشتغل بيها الاساس اللي هيطبق القصة ديت اللعيب فانا شايف ان الموضوع في اطار اللعيب مش في جهاز فني بس كابتن ياهاب جلال الفترة اللي اشتغلها قبل الموراة 3-4 ايام لا يمكن هيقدر يغير الشكل ولا يغير الطريقة ولا يغير اسلوب اللعب بالشكل اللي الناس متخيلة لكن زي ما بقولك دلوقتي اللعيبة كلها الموجودة في مصر هو اللي في ايده اللي هو يطور من شكل منتخب مصري يطور من اداء منتخب مصري عايزة اتكلمك شوها على الدوري بتاعه وبطولة الدوري في مصر والاندية في مصر بشكل عامي يعني تقديمك لأفضل خمس محترفين في الدوري المصري أفضل خمس محترفين في الدوري المصري بص يعني ممكن الفترة الأخيرة كان لانا شايفه يعني ديانج كان ماشي بشكل كويس ديانج شايف عبد الكريم الوادي شغال بشكل كويس عبد الكريم الوادي سموحة لا لا سموحة سموحة صح شايف جوناسان باكليفت فيوتشار دلاتي من اللعبة برضو دي كاميروني أعتقد صح جوناسان كاميروني بالضبط شايف مهاجم امبي إيبوكا مع أو ضد لأنه في توجه أو في تفكير فكرة أنه يقل عدد المحترفين الأجانب في الفرق المصرية مع أو ضد لا أنا ضد أنه اللعبة الفارقة تقل لكن بدوابط أنه فعلا أنت محتاج أن أنت زي ما أنت اللعيب المصري لما بيجي يطلع يحترف في أي مكان لازم بتبليم وصفات لازم يبقى لعيب دولي أنت لازم يبقى عندك نفس أفضل أفضل ثلاثة باك يمين في مصر أفضل ثلاثة باك يمين في مصر من وجهة نظري يعني أفضلهم دلوقتي وهو متوظف في المركز ده عمر كامير عبد الواحد أفيش اتنين وثلاثة صعب دي مشكلة في حد زاد المركز أو الاسم اللي يفتقده منتخب مصر المركز رقم عشر رقم عشر والاسم حالياً لا في مشكلة في رقم عشر في مصر برضو أه في مشكلة أن أنت بتكلم رقم عشر من اللعبة أو من المراكز اللي بتعتمد على الكورة والرؤية والتحرك والاستلام تحت ضغط يعني فكرة المثالي الوحيد الأفضل أفضل حد بيأديها شوية شوية أفشل أفشل نورت الدنيا وشرفتنا وسعيد أن أنا شفتك في السادسة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً وتحياتي وسلامي لكل أفراد الجيل بتاعك الحقيقة جيل بنعتز به جداً ونتمنى أن نشوف إنجاز ده بيتكرر مرة تانية مع الكورة المصرية مش بس على مستوى الشباب لكن المستوى المنتخب الكبير ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نتمنى نتمنى يكون فيه رؤية خطة أي حاجة بتقول إحنا بنخطط وبنحضر منتخب يقدر يوصل ويلعب كورة كويسة في كاسر عالم 2026 بشكر كابتن أبو المجد مصطفى ضفنا ونجمينا نهاردة في السادسة وبشكر حضراتكم على المتابعة ودايماً على كل خير نتقابل على شاشة الأهل